مرحبا يعطيكم الفافية معكم مصر أعبد الرحمن وزي ما تعودته منصة مناهج الأردن صوت وصورة درسنا اليوم وحدات قياس الكتلة رح يعرف الطالب يحول بين وحدات قياس الكتلة طبعا احنا الكتلة في عندي ثلاثة وحدات حتى أقيس فيها كتلة الأشياء اما الوحدة الكبيرة اللي هي الطن نستخدمها لقياس مثلا كتلة الشاحنات كتلة الصخور الكبيرة الأشياء الكتير كبيرة او الكيلو جرام اللي هي زي منشتري مثلا من السوبر ماركت بطاطا منشتري مثلا أي شيء الكيلو جرام يعني الكتلة اللي هي منعرفها لما احنا نطلع على الميزان وأصغر وحدة فيهم اللي هي الجرام زي لما بنشتري ذهب أو فضة الآن كيف بدي أحول بينهم الطن حكينا هو أكبر إشي إذا بدي أحوله لكيلو جرام بدي أضرب لأنه الأقوى حكينا هو اللي بضرب فمن طن لكيلو جرام رح أضرب في ألف ومن كيلو جرام إلى جرام كمان رح نضرب في ألف أما إذا بدي أحول العكس إذا بدي أحول من جرام لكيلو جرام يعني من الصغير للكبير بدي أقسم على ألف ونفس الشيء من كيلو جرام إلى طن بدي أقسم كمان على ألف يعني هون بدي أحفظ يا أما رح أضرب بألف أو إنه يا مز رح نقسم على ألف إذا الجرام هي أصغر شيء يعني لو أنا جمعت ألف جرام جمعت جرام مع جرام مع جرام لحد ما وصله ألف رح يعطوني بس واحد كيلو جرام ونفس الشيء لو أنا جمعت كيلو مع كيلو مع كيلو لحد ما أعطوني ألف كيلو رح يعطوني بس واحد طن خلونا نشوف المثال بحكي اللي بدنا نحول حسب الفراغات الموجودة معي عندي هون ثمانين كيلو جرام تساوي جرام يعني مين المجهول؟ المجهول عدد الجرامات يعني بدي أحول من كيلو جرام إلى جرام إذا ثمانين الآن مين أكبر الكيلو جرام ولا الجرام؟ الكيلو جرام أكبر طب بما أنه أكبر يعني هو الأقوى فرح نضرب ضرب طب بكم بدي أضرب؟ درسنا يا أما بضرب بألف يا أما بقسم على ألف إذا نضرب ألف الآن شو علمتكو؟ حكينا لما يكون في عندي عملية ضرب وعندي أصفار بنزل أول شيء الأصفار عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة رح أنزل أربعة أصفار وبعدين رح أضرب واحد ضرب ثمانية ثمانية فإذا الناتج يا ميس ثمانين ألف جرام المثال رقم اثنين سبعة وستين طن بدي أحولها لكيلو جرام إذا بدي أحول من طن لكيلو جرام يعني اللي مع الفراغ هو اللي بدي أحول إله الآن بكتب الرقم سبعة وستين من أقوى؟ الطن ولا الكيلو جرام؟ الطن هو الأكبر هو الأقوى فرح نعمل عملية ضرب بكم بدي أضرب؟ حكينا ما فيه غير يا بضرب بألف أو بقسم على ألف ويساوي دائما أول خطوة حكينا لما يكون عندي العمل يضرب وفيه أصفار نزل الأصفار أنا عندي ثلاثة أصفار هي نزلتهم الآن واحد ضرب سبعة وستين سبعة وستين إذن الناتج سبعة وستين ألف كيلو جرام طيب المثال اللي بعده عندي مئة كيلو جرام تساوي فراغ جرام يعني الجرامات مجهولة فأنا بدي أحول من مئة كيلو جرام إلى جرام من أقوى؟ الكيلو جرام أقوى فإذن شو رح نعمل؟ رح نضرب فبكم رح نضرب؟ رح نضرب بألف الآن رح أعد كم صفر؟ لأنها العملية ضرب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة رح أنزل خمسة أصفار هي خمسة وبعدها واحد ضرب واحد إذن الناتج عبارة عن مئة ألف جرام طيب المثال اللي بعده عندي تسعة آلاف كيلو جرام كم تساوي طن؟ إذن بدي أحول من كيلو جرام الآن إلى طن تسعة آلاف الآن مين أكبر؟ الكيلو جرام ولا الطن؟ الطن هو الأكبر فأنا لما بدي أحول من الكيلو جرام الكيلو جرام هو الأصغر فهو ما رح يستطيع أن يضرب شو رح نعمل؟ رح نقسم على كم بدي أقسم؟ على ألف يساوي الآن بالقسمة حكينا لما تكون عندي قسمة وعندنا أصفار كل صفر بيروح مع صفر هاي أول صفر راح هاي الصفر الثاني والآن الصفر الثالث شو ضل عندي؟ ضل عندي تسعة تقسيم واحد إذن ضل عندنا تسعة تقسيم واحد الآن تسعة تقسيم واحد اللي هي عبارة عن تسعة إذن التسعة آلاف كيلو جرام هي عبارة عن تسعة طن كمان مثال عندي عشرين ألف جرام بدي أشوف كم تساوي كيلو جرام إذن عشرين ألف هاي جرام بدي أشوف كم تساوي كيلو جرام إحنا شوفوا الجرام أصغر من الكيلو جرام يعني رح نقسم على كم؟ على ألف الآن يساوي كل صفر حكينا بيروح مع صفر هاي الصفر الأول رح مع الصفر الأول الصفر الثاني بيروح مع الصفر والصفر بيروح مع الصفر ضل عندي أمس عشرين تقسيم واحد الآن عشرين تقسيم واحد عبارة عن عشرين إذن الناتج عشرين كيلو جرام خلونا نشوف الآن آخر مثال معنا في درسنا اليوم كم طن كتلة شاحنة إذا كانت كتلتها ثلاثة ألاف كيلو جرام إذن بحكي لي كم طن يعني أنا مجهول عندي الطن كم طن كتلة شاحنة إذا كانت كتلتها ثلاثة ألاف كيلو جرام كم تساوي طن طيب الآن رح أكتب الرقم ثلاثة ألاف الكيلو جرام أصغر من الطن إذن رح نقسم على كم؟ على ألف إذن درسنا يا أما بضرب بألف أو بقسم على ألف الآن بحارة القسمة كل صفر بيروح مع صفر هاي الثالث صفر راح الآن ثلاثة تقسيم واحد تساوي ثلاثة إذن ثلاثة تن هي عبارة عن كتلة الشاحنة اللي كتلتها ثلاثة ألاف كيلو جرام وهيك يا حلوين نكون خلصنا درسنا ويعطيكم ألف عافية